تعد التوعية مسألة رئيسية في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا وتتطلب تجاوباً مجتمعياً مع كافة الإرشادات والتعليمات اللازمة بما يحقق الأهداف المرجوة تمتد الجهود التوعية الهدفة للحد من انتشار فيروس كورونا إلى مجالات متعددة وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة المحافظة الشمالية عبر شرطة خدمة المجتمع على التواصل مع كافة المواطنين والمقيمين للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة ومن بينها منع التجمعات وعدم مغادرة المنزل إلا عند الضرورة فضلاً عن اتباع تعليمات التباعد الاجتماعي إن مشاركة شرطة خدمة المجتمع في هذه المحنة تأتي في إطار واجباتها الأمنية وجهودها التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة وهو ما يتم من خلال توعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك من خلال التأكد من التزامهم بالإرشادات والتعليمات للوقاية من انتشار فيروس كورونا وننصح أخواننا المواطنين والمقيمين بالالتزام بالجلوس في منازلهم قدر الأمكان وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة وتتطلب التوعية الصحيحة تجاوباً والتزاماً بالدرجة الأولى من المواطن والمقيم حتى يمكن الوصول للإحداف المرجوة وصولاً إلى مجتمع واعي قادر على التصدي للأزمة وزارة الداخلية تقوم بجهود جبارة جداً وكبيرة في الحد من انتشار الأزمة الكورونا طبعاً نبدأ في البداية الإرشادات التوعوية التي يقوم بها أفراد شرطة المجتمع الحد من الشائعة القيام بمنع التجمعات أكثر من خمسة أشخاص وأيضاً في جهود جبارة وأتمنى من الجمهور الكريم الالتزام بهذه الإرشادات وإن شاء الله راح نعيش بأمن وسلام ونتخلص من هذه الأزمة أنا ودي أشيد بجهود وزارة الداخلية اللي ما قصرت قعد توعي الجاليات من خلال شرطة خدمة المجتمع أيضاً قعد تنفي الإشاعات اليوم إحنا الدور علينا كلنا كمجتمع بحريني مثقف واعي نحن نلتزم بكل القرارات اللي تصب في مصلحتنا وتصب في سلامتنا وتتواصل حملات التوعية من جانب شرطة خدمة المجتمع بالتوازي مع حملات إنفاذ القانون تأكيداً على أن حماية الفرد لنفسه بمثابة حماية لمجتمعه وأن البداية السليمة تكون بالتزام الجميع حتى نصل إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر